القصة على الشكل التالي بتقول بجمهورية مصر العربية في أحد القرى ما رح سميه كان في عائلة هذه العائلة مؤلفة من حوالي يعني أخين وبنت والأب والأم كان الأب اسمه الحاج محمود الحاج محمود هو من عائلة معروفة بهذه المنطقة هو وأخواته وعائلته كلها بشكل عام هنه تجار أغنية يعني معروفين أنه الناس تجار وأغنية كان عندهم يعني تقليد معين بأنه كل يوم لازم العائلة يجتمعوا على الغداء ويأكلوا فكان يوميا يسكروا المحلات الحاج يجي على البيت ويلحق به أولاده الاثنين ويعقلوا لأنه المحلات كانت كتير كتير قريبة على البيت لهيك فإنه اغتنموا أي فرصة لا يجتمعوا مع بعض وهي أنا ثقافة بحبه كتير لكن يوم من الأيام كان في شب اسمه مصطفى بيشتغل مع والده لهو الحاج محمود لما صار الغداء ما رجع مصطفى على البيت فانتظروا انتظروا وما إجا يعني تأخر عن موعد الغداء يعسين أخونا مصطفى بتعرفوا الإخوة دائما في عندهم يعني هيك حنية بين بعض إنه لازم يكون بالبيت مع بعض وبالشغل مع بعض وهيك فبيحصل مثل فراغ فراح اتصل فيه اتفاجأ بإنه موبايله خارج التغطية رح لعنده والده وقال له يا حاج أخي مصطفى ما عم بيرد على تليفونه الحاج كمان حاول إنه اتصل فيه فلاقى كمان إنه تليفون خارج التغطية نطروا شوي واتصلوا كمان نفس الشي مر ساعتين على هالموضوع ولسه بيتصلوا وما أحد عم بيرد فالحج رح خبر إخواته وعيلته وأهله وبلشوا كل العالم يدقوا تليفونات مشان يعني بلك يرد عليهم أو حدا يلتقي فيهم أو أو إلى آخره فكان تليفونه خارج التغطية وما قدروا يعرفوا أبدا أبدا أي معلومة عن مصطفى في القانون بيقول قبل مضي 24 ساعة ما فيك روح تخبر عن حدا يعني مو مبين لأنه تعرفوا بيجي شكعوي كتير وهيك وأنا أبون عن حالي يعني لو كان مسموح كنت أنا لو كان باليوم بتصل بالشرطة حوالي خمسة هلاف مرة تعرفوا قلب الأم يعني فحاولوا هنا يعملوا عبارة عن مجموعات ويدوروا على مصطفى وين ممكن يتواجد وين ممكن يروح وين ممكن ما في عنده ولا مكان هو عادة بيروح على شغله بيرجع على الغداء بعدين بيرده بيرجع على الشغل أحيانا بيلتقي عنده كم صديق يعني بعض الظهر بيلتقي فيهون بس لهذا الوقت ما بيروح معهن كان عنده صديق مقرب جدا اسمه محمد يعني مثل توأم كان موجود معهن عم بيحاول يدور عليه بكل جهد مثل ما بيقولوا وما وصلوا لنتيجة فبالنهاية اضطروا انه يروحوا على قسم الشرطة وتبليغ المحققين بهذا الموضوع تعرفوا كاتبوا الميانات كده الى آخرية أول شغلة بيعملوها بيحاولوا يشوفوا المقربين جدا من مصطفى صاروا يسألوا عملوا تحقيق مع الاب مع الابن الصغير مع الاخت مع الكل طبعا واستدعوا أصدقاء محمد وصاروا يسألوهم عفوا أصدقاء مصطفى فصاروا يسألوهم من بينهم كان شاب اسمه محمد الاب رفض انه يحققوا مع محمد قالوا لا مستحيل هذا كان شريكه يعني بالعمل قبل بوقت وانفصلوا لأنه ابني يرجع يشتغل معي فمستحيل يكون هو وما له علاقة وبعتقد أنا برأيي أنه ما لازم نحن نبعد شبه عن أي حدا أو ندافع عن حدا لأنه داخل كل إنسان فيه مثل ما بيقولوا لحظت شيطان بتمر عليه لكن بالتحقيق اكتشفوا أنه هذا محمد هو من عائلة تأخذ بالسقر غير إنه عصبي ودائما هيك مثل تعيه إلا إنه خلص بناء على طلب الأب أفرجوا عنه وحمل حاله وراح راحوا على البيت والأب عم بيفكر إنه وين ابني ممكن يكونوا يروح وشو صار يعني فعلا شيء مثل الصاعقة نضرب على رأسه وبهاي لحظة بيجي تليفون التليفون بيقول إنه نحنا بدنا مليون ليرة مشان مشان نرجع الولد لكم هو حاول يسمع مني ما قدر لأنه مباشرة تسكر التليفون تسكر التليفون والشريحة حاول يرجع فيها ميرانا وتكرارا ما زبطت هون تأكدت ضروري العائلة بأنه هو لأنه من الأول هنه فكروا أنه مخطوف لربما يعني مش مخطوف لربما مخطوف من أجل الفيديو هون تأكدت ضروري الحج محمود فلما حاول يدقلهم كتير يعني يدقلهم كتير لهذا اللي تصل فيه ما رد عليه هون حمل حاله ورهلة عند الشرطة فخبر الشرطة وقال لهم واحد نين ثلاثة الشرطة حاول تتبع طريق هذا الهاتف فعلا لاقيت الهاتف موجود في مكان ما معين لكن ما عليه ولا أي معلومات ولا أي شيء هذا الخط شارينه هلا وحاكين فيه وكاسرينه يعني أو أنه مصفي الخط ما فيه له وجود إطلاقا إطلاقا هذا الرقم ولا عارفه ولا قدروا يعرفه بعد يومين كمان يعني بيصير هيك مثل بلبلة بالعيلة وحاديث وأخذوا عظا فمحمد صار يقول له لأخوه صغير يا أخي والله أخوك كان مشترك بيعني بالآثار ومع آثار وهيك وأنا ما حبيت أحكي لأنه أنا عرفيه وما لازم أحكي عن هذا الكلام بس هاي الحقيقة لا يكون حدا خاصه من هدول الجماعات وهيك إلى آخر بهاي اللحظة الأخ الصغير قاعد يفكر أنه طيب هو هلا ضايع أنه ليش عم يحكي هيك تعرفوا بيعخدوا الحماس الواحد وليش عم يحكي عن أخي هيك وليش كده إلى آخرين المهم بالنتيجة بيجي اتصال كمان للحاج بيرد الحاج محمود على اتصال بترد عليه بنت البنت بتقول مرحبا أنا فلانية الفلانية وهي تدعى ياسمين أنا كنت على علاقة غير شرعية بابنك وسهر عندي للصبح وقال لي أنه بدي يروح يشوف جماعة لهم علاقة بالآثار ومع آثار وهيك شغلات بيحاول يطول الحديث معه فبتسكر الهاغف بيرجع بتصل فيها كمان ما بترد عليه بيتصل ما بترد عليه طبعا المجرم دائما يخطئ ما في جريمة كاملة يخطئ دائما فهو الحاج إنه إذا ما عم ترد عليه وما قالوا لي ما تحكي مع الشرطة فأخبر الشرطة بيحمل حاله بيروح على مركز الشرطة وبيقول لهم إنه في واحدة تصلت فيني واحد اتنين تلعته فأخبره أوكي وهو على الطريق بيجي اتصال للحاج من حدا بيقول له بدنا مليون وإلا ابنك رح يموت فبيقول له أنا إنه بتفعلك طبعا تفاوض وقال له 850 كده إلى آخره لكن هو ليماطل بالحديث كان طبعا عم بيسجل على تليفونه هذا الكرام ليماطل بالحديث ربما يقدر يعرف مين هذا الشخص لكن ما قدر يعرف يعني الصوت غريب عليه فقال له إنه لأ 850 قال له عندي شرط واحد رح أعطيك المليون شرط إني أسمع صوت ابني فقال له لا ما رح تسمع صوت ابنك قال له مقابل شو رح أعطيك إذا أنا ما رح تسمع صوت ابني شو عرفني أنه أنت اللي خاطف ابني فسكر هلاك تعرفوا ربما ارتبك أو شي المهم سكر تليفون الحاج مباشرة أنه هو بعضه يعني طالع من قسم الشرطة رجع وخبرون وسمعون وعطاهم كده إلى آخره الفترة اللي كان طالع فيها الحاج محمود وجاء هذا الاتصال كانت الشرطة عم تبحث عن رقم الفتاة اللي اتصلت فيه وفعلا قدروا يعرفوا مكان الاتصال وتواجد الاتصال فعلوا له حاج أنت روح على البيت ونحن منتصرف بباقي الأمور حمل حال وراح على البيت فراحوا جابوا البنت وقعدوا يحققوا معا ما كان ياخدوا مننا لا حق ولا باطل لكن بهاي اللحظة الأخ الصغير راح لقسم الشرطة راح لعندهم وقال لهم أنا رح أقلكم معلومة ربما تفيدكم قال لهم خلال كل فترة ونحن محمد عم ندور على مصطفى رفيقه لا مصطفى يعني كان 24 ساعة عم بيقلي أنه أخوك بيتاجر بالآثار وإلى آخر هذا الكلام الطابق مع كلام البنت اللي اتصلت وقالت هو كان عندي وسهل وجه الصباح وقال رايح أنا اجتمع بحدا شوفه إله علاقة بالآثار وكذا إلى آخر هون يعني المحقق هو منه شخص عادي بيكون دارس سيكولوجيا بيكون دارس يعني كيف يقدر يعني يجمع كل تفاصيل القصة فجابوا البنت ووعدوا يسألوها مثل ما حكيت هلو هي رفضت تعترف لكن قالوا لا أنه هذا الرقام وانتي اتصلت واحد اثنين ثلاث هون حتى ما تنبلي بجريمة طبعا حكولي التفاصيل قالت على الشكل التالي محمل لهو رفق مصطفى اشترى لي هذا الرقام وعطاني وطلب مني اتصل لهذا الهاتف فقط وبعد نكسر الشريحة قول أنه سهل عندي لوجه الصباح هو رايح يقابل مجموعة إلى علاقة بالآثار والمخدرات وإلى آخر هذا الكلام تطابق مع كلام الأخر الأصغر اللي قال محمد كان عم بيروج لكلام عن مصطفى وكلام غير حقيقي فراحوا جابوه لمحمد وحاولوا معه بكل الوسائل يضغطوا عليه من هون من هون من هون ما كان يعترف طفها جابوه بكلام البنت أنه البنت قالك واحد اثنين ثلاثة وانت قالي لأخوه هذا الكلام تلبك خاف ما عاد يعرف شو بده يعمل صار يحكي قصص من الشرع وقصص من الغرب أنه هو كان يتعامل مع كده إلى آخره لكن بالنهاية اعترف الجريمة تصارت على الشكل التالي محمد طلب من مصطفى أنه يشوفه لأنه هو حابب يشتري قطعة الآثار بعيدا بعيدا عن عيون الشرطة هو مع شك فيه إطلاقا لأنه هو رفيق الأنتيم مثل ما بيقوله صديقه اللي بالليل وبنهار مع بعض فأحمل حاله راح مشوا مع بعض لحتى أوصل لمكان فاضي نهائيا كان نستني اثنين رفعات لمحمد هنها غاندي وبدوا مباشرة يعني غدروا ضربوا سكين قدت إلى موتهم مباشرة ما توقفوا عند هذا الحد حطوا على الأرض وصارت السيارة تمعثوا ذهابا وإيابا لحتى يضيعوا كل ملامح وشو ومعالم لحتى ما حدا يعرفه وحفروا حفرة وحطوه فيها بعد ما خلصوا من هذا كله لأنه ما قدروا يوصل للشي اللي بدأه هو قال أنا كنت خاطفه مشان أخذ مصاري لأنه كان عندي ضائق إقامات دي لكن القصة راحت باتجاه تاني فلما شاف رفقاتي وهيك واتفاجأ ونصعق لما رفقاتي ضربوا بالسكين مباشرة أنا كنت أعلم نخطفه بعطيكم مبلغة من المصاري بس نأخذ المليون جلي بس رفقاته لما قتلوه كانوا عرفاني رح ينكشفوا لأنه قالوا أنت غبي أنت اللي جبته فهو رح يعرف أنه أنه أنت أخذه بإيدك فرح ننكشف كل لاياتنا هنه توقعوا بقتله أنه خلص رح تلمحها القصة وتروح المهم المحكمة أخذوا هون وطبعا سألوا ليش لأنه مثل ما حكيت أنه هو معرر بضائقة مادية وهذا السبب اللي يخلى مثل ما بيقولوا السبب اللي يخلى يخطفهم مشان يطلب مليون جينة وحكم على المختطف بـ 25 سنة وحكم على القاتل بالإعدام والمشترك الآخر بـ 30 سنة المهم أنا موهم بدي أحكي أنه الأهل يعني كل شخص في الحياة هو إلو تركيبة خفية جواته جواته في تركيبة خفية أنا بقول ما نصدق حدا ما نوتق بحدا مهما يكون هذا الشخص جيد إلا يعني شيطانه بلحظة ما ممكن يظهر وممكن يعمل إشياء ما بتخطر على بالنا لكن من نفس الوقت نحن إذا كان فقدنا الثقة بالعالم بالحياة فمنعيش ناس عنا يعني مرض الرهبة من الناس والبشر أنا بقول خلي العقل يتحكى مثل لما راح الأب ما لازم يبرر محمد ولا يقول إنه لأ هو ما ممكن إنه يقتله خلي المحقق يحقق حتى مع ابنك التاني حتى مع ابنك للتاني يحقق معه ما في إشكالية ممكن يكونوا مختلفين على الشي ممكن يكونوا في عندهم مشكلة تصوروا إنه بنهاية الحديث قال أنا قتلته لأنه موسيقى